تصعيد خطير في واقعة غير جديدة تقدم عليها الميليشيات بعملية قرصنة اختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن روابي من قبل الميليشي الحوثي الإرهابية مقابل محافظة الحديدة وتدعي بأنها تحمل أسلحة وكأن البحر المعبر الوحيد للتحالف أو دوله قطف وقصف وزوارق مفخخة ممارسات إرهابية وكذب وتدليس اعتادها ميليشي الحوثي لتهدد سلامة الملاحة العالمية وتستخف بجميع مبادئ القانون الدولي الإنساني تنفيذا للإملاءات الإيرانية تصعيد خطير في واقعة غير جديدة تقدم عليها الميليشيات بعملية قرصنة واختطاف في الصطو المسلح لسفينة الشحن روابي من قبل الميليشي الحوثي الإرهابية مقابل محافظة الحديدة وتدعي بأنها تحمل أسلحة وكأن البحر المعبر الوحيد للتحالف أو دوله ميليشي الحوثي تمتلك سجلا أسودا في استهداف خطوط الملاحة الدولية حيث استهدفت خلال العامين الماضيين عددا من السفن النفطية والإنسانية ويعد تعرض القاتلة السعودية رابغ والكورية في أواخر 2019 من قبل الحوثي سابقة إجرامية لأمن مضيغ باب المندب والبحر الأحمر فهذه الانتهاكات تحتم على المجتمع الدولي الوقوف بمسؤولياته تجاه تلك التصرفات الإرهابية غير المسؤولة من الميليشي الحوثية ودليل إضافي على خطر ميليشي الحوثي المدعومة من إيران على سلامة حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر للحديث أكثر نضم ولينا في الاستيديو الكاتب والمحل السياسي منيف عماش الحارب المسأل خير السيد منيف حياك الله السياسي وهلا بك معنا في عين الخامس بدأتنا السيد منيف هذا العمل من الميليشي الحوثي وقرصنا من هذه الميليشي ما هي الأبعاد التي تريد أن تصل إليها أخي سبعي فيه ثلاثة سباب دفعت الحوثي للإقدام على القرصنا بالحالة الصومالية السبب الأول هو معارك مارب بلا شك أنه من 7 فبراير 2021 في نزيف حاد في مارب وفي خسائر فادحة لأول مرة مسؤول حوثي يصرح لوكلة الأنباء الفرنسية أنهم الميليشي تكبدت خلال 15 أشهر ما لا يقل عن 15 ألف والرقم ذكر التحالف وصل إلى 30 ألف الأمر أيضاً الاختراقات التي قام بها التحالف للدائرة الضيقة لصنع القرار لدى الحوثي والتي أفضت عن عدد من الأشرطة التي تم بثها السبب الثاني هو الحوثي كان يراهن أن يكون هناك تباين بين دول مجلس التعاون في المقاربة للحل السياسي في اليمن وثبت بالقمة الخليجية في 14 ديسمبر عندما ذكرت الموقف الموحد للخليج للحل السياسي وفق البرجعية الثلاث والمبادرة السعودية هو الإشارة إلى انخراط سلطنة عمان بالحل السياسي ودعم مجهودات المبعوث الأممي وبالتالي هناك قناة اتصال سياسية عمانية وبالتالي الموقف الخليجي موحد الأمر الثالث هو زيارة رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إلى أبو ظبي كان تعرف في فترة من الفتاة هنا لغط وتكاحنات وتضارف في العديد من العراح حول أن هناك تباين بين الإمارات والشرعي اليمني وثبت أن هناك دعم من الإمارات الشرعية وهناك أيضا دعم لاتفاق الرياض بين المكولات السياسية اليمنية وبالتالي أصبح هناك توحد في الجبهة اليمنية الرابع أنا أعتقد أنه قد يكون مقتل حسن أورو وبالتالي الحوثي يريد أن يذهب إلى الاستراتيجية الإيرانية الشاملة بالقرصنة والاعتداء السوفني التي بدأت في مايو 2019 فهذه الأسباب الأربعة هي التي جعلت الحوثي يذهب إلى حالة القرصنة في العالم العربي في منطقة الشرق أوسط نحن شاهدنا حالتين في الاعتداء على الملاح البحرية حالة الناقلات البحرية والاعتداء الإيرانية وما يسمي حرب الناقلات وهو من ثمانين إلى ثمانة وثمانين وأفضى إلى تدخل الأمريكي في سبع مارس سبع وثمانين وإسقاط نصف البحرية الإيرانية وبالتالي الخمانيين تجرع السم وقبل قرار مجلس الأمن خمس بئة ثمانة وتسعين عام ثمانة ثمانين والحالة الصومالية الحالة الصومالية التي بدأت في 2005 وتصاعدت إلى 2011 والتي أفضت إلى قرار مجلس الأمن وإنشاء كومباين ما يعرف كومباين تاسك فورس 151 وهو السماح أيضا باحتلال الأراضي لمال عن القرصنة طب أستاذ بنيف يعني بعد هذا القرصنة واختطاف السفينة الإيرانية هل من الممكن الآن أن يكون ميناء الحديدة استهداف مشروع مثل مطار صنعه؟ بلا شك بلا شك نحن نعرف أنه كان على وشق تحرير الحديدة في الربع الرابع من 2018 لكن تدخل الأمم المتحدة جعلت الشرعية مع التحالف العربي الذهاب إلى اتفاق استوكولم وبالتالي هذا يؤكد أنه الشرعية والتحالف العربي يبحث عن الحل السياسي وليس الحسم العسكري بلا شك بس خلنا أشير إلى النقطة مهمة أخي سماعين الملاحة البحرية تسمى Global Public Goods وهي مسؤولية دولية ليست مسؤولية التحالف ولا مسؤولية الدول الإقليمية هذه مسؤولية الدولية يجب القيام بها كما أعتقد أن الولايات المتحدة كان لديها مبادرة بتشكيل ما يسمى الحارس وهو عدد من الأساطير البحرية أنا أشوف أنه حتى الأسطول البحري الأمريكي وبذات الأسطول الخامسة يقوم بجهد معين في إقافة عديد من السفن التي تهرب النفط الإيراني وأيضا لتنقل الأسرحة الصواريخ البلستية والطائرة المسيرة للحوذي طيب إذا كان من الممكن يكون الحديدة استهداف مشروع تتوقع أن يكون هناك تحرك أيضا دولي لوقف مثلا هذا الاستهداف كالمرة الأولى شوف ما في شك أن نشوف هناك ملفات مقابل ملفات لكن أنا أعتقد أخي سمعي الخن الوضع لم يقلع ديسمبر 2018 الموقف الدولي فيه زخم داعم للتحالف والشرعية وأعتقد أنه بيان مجلس الأمن في 10 نوفمبر 2021 يؤكد على دعم الشرعية والتحالف العربي وتسمية الحوذي بأنه الطرف المعطل وأنه المدعوم من طهران أعتقد المجتمع الدولي الآن أقرب إلى موقف التحالف والشرعية مما كان عليه في 2018 أو حتى في 2015 أنا أعتقد أنه فيه زخم دولي لكن التحالف العربي والشرعية والمكونات خاصة أنه نعرف أنه فيه تحول بالمكونات اليمنية فيه دعم للشرعية الولايات العمالقة المجلس الانتقالي الجنوبي هناك توحد تجاه الحوث وهناك نزيف حاد من الحوثي وبالتالي أعتقد أنه المسار السياسي في نهاية الأمر هو الذي سيتغلب الآن الحوثي لديه الحديدة ورأس عيسى والصليف وبالتالي يستطيع عندما يتحدث عن المشتقات النفطية والأعمال الإنسانية هي مفتوحة له ولكن أعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك لأنه التهديد الملاحة خاصة أنه نذكر أن السعودية أوقفت تصطير عن طريق باب المندب في أغسطس 2018 نعم الكاتب والمحل السياسي بنيف عماش الحربي شكرا جزيلا جزيلا لك أستاذ بنيف على هذا التوضيح على هذا التفصيل ترجمة نانسي قنقر